طاعة للهادي منه وسبيل يرقى لفؤادي فالنصوم التاسع والعاشر فالصوم جهاز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله القائل صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفاء واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا حتى نستمتع بصحبته وصحبة آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين في جنات النعيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أنت ولي ذلك والقادر عليه حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ما أرقه من عنوان وما أجمله من موضوع وما أحوج الأمة إليه الآن لتتعرف على الحق بلا إفراط ولا تفريط بلا غلو بلا غلو ولا ابتداع فالحب أيها الأفاضل ليس مجرد كلمات تحكى وليس مجرد أشعار تروى وليس مجرد أفعال تفعل بلا ضابط من كتاب ربنا وسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش الليلة مع هذا الموضوع الرقراق الذي أقر وأعترف بأننا نحن المسلمين من أهل السنة وغيرهم في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام التي يقدم فيها حب آل البيت بصورة لا ضابط لها من كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حين نتكلم نتكلم بالأمس على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة وحين نتكلم اليوم في هذا الموضوع إنما نتكلم من منطلق معتقدنا وإيماننا بربنا وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن منطلق الأمانة التي حملنا الله إياها بإبلاغ الحق لأهل الأرض بحق ثم من منطلق الحب لكل أحد من منطلق حب الخير لكل أحد يريد أن يتعرف على الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه فنحن نعلن نعلن حبنا للخير وحبنا لآل البيت وحبنا لكل من يحب آل البيت ونعلن بغضنا لمن يبغض آل البيت ولمن يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا بنا ابتداء لنضع ضابطا لغويا واصطلاحيا كعادة دائما في مثل هذه الموضوعات الجليلة الكبيرة لنتعرف على آل البيت لغة واصطلاحا من آل البيت ابتداء آل البيت كما قال اللغويون أي أهل اللغة آل الرجل أهل بيته آل الرجل أهل بيته والأصل أن كلمة آل أهل أهل آل البيت أهل بيت الرجل وهم الذين يؤولون إليه ويؤول إليهم أن يرجعون إليه ويرجع إليهم لكن إذا أطلق لفظ آل البيت فإنه ينصرف مباشرة إلى آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجو أن تتنبروا معي آل بيت الرجل أي أهل بيته الذين يؤولون إليه ويؤول إليهم لكن إذا أطلق لفظ آل البيت فإنما يراد به مباشرة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله الذين خرموا الصدقة من بعده وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين هذا هو التعريف اللغوي والاصطلاحي لآل بيت الحبيب النبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ينتسبون إليه وما أشرفه من نسب بل هو أشرف وأطهر نسب عرفته الأرض نعلن ذلك بأعلى الصوت وملء الفم فأنا ورب الكعبة لا أعلم أحدا على وجه الأرض يحب رسول الله صلى الله عليه وآله ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله كأهل السنة والجماعة أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم جميعا بالتوحيد والسنة لكن حب أهل السنة كما سأبين حب مبني على الاتباع وشتان شتان بين الحب والتوقير والإجلال المبني على الاتباع وبين الحب المغالى فيه المبني على الابتداء جعلني الله وإياكم من أهل الاتباع وجنبني الله وإياكم جميعا خطر وشر الابتداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهله الذين ينسبون إليه ممن حرموا الصدقة وحرمت عليهم بعده صلى الله عليه وسلم بل وفي حياته أيضا من ذريته وأهله وأزواجه أمهات المؤمنين هؤلاء هم آل بيت سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو أرجح الأقوال لأن من أهل العلم من أدخل كل الأمة في آل بيت رسول الله وهذا دليله يضعف بل أرجح الأقوال في تعريف آل البيت ما ذكرت آنفة خذوا بعض الأدلة على ذلك ثم لنتطرق بعد ذلك إن شاء الله تعالى لحقوق آل البيت ولبيان الحق في هذا الموضوع الجليل روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه بعد مقدمة قال زيد رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خمّا بضم الخاء اسم مكان بين مكة والمدينة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خمّا أي عند بئر ماء يدعى خمّا بين مكة والمدينة يقول زيد بن أرقم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر صلى الله عليه وآله فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي ألا أيها الناس إني رسول الله إنما أنا بشر إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب يقصد ملك الموت قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين انتبه لهذين الثقلين وأنا تارك فيكم ثقلين والعرب تقول للشيء الجليل العظيم الكبير العظيم الأجر تقول له ثقيل وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا به واستمسكوا به أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا به واستمسكوا به ثم قال بأبي وأمي وروحي وأهل بيتي يا إلهي أي شرف هذا وأي تكريم هذا أن يقترن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالكتاب المبين بالقرآن الكريم وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا به خذوا بكتاب الله واستمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي انظروا إلى هذا البيان النبوي البليغ أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال حسين بن سبرة يا زيد ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته فقال رضي الله عنه نعم نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ولكن أهل بيته من حرم الصدقة فقال له حسين بن سبرة فمن هم يا زيد فقال زيد بن أرقم رضي الله عنه هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس فقال حسين بن سبرة يا زيد كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل وأزيدك أيها الحبيب اللبيب وأنت أيها المحبة للنبي وآله أزيدكم في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة وأنا أخاطب الشيعة في كل مكان في الأرض أخاطبهم بأدب جم فورب الكعبة لا نريد لهم إلا الخير والله لا نريد لنا ولهم لنا ولهم إلا الخير ولا نريد لنا ولهم إلا الهدى ولا نريد لنا ولهم إلا التمسك بالعقيدة الصحيحة ولا نريد لنا ولهم إلا أن نتعرف على الحق وان نتبعه اعرفوا الحق اعرفوا الحق تعرفوا اهله اعرفوا الحق تعرفوا اهله فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق لا ينبغي للمسلم ولا ينبغي للرجل العاقل ان يكون معه وان يسلم قلبه وعقله لاي احد ليقوده الى حيث شاء وانما يجب على العاقل ان يعمل عقله وان يعمل فكرة وان يبحث هو عن الحق وان يسمع من العلماء الربانيين في امة سيد النبيين ممن لا تخل الامة منهم في اي زمان ولا مكان فمحال ايها العقلاء ان تجتمع امة امام الانبياء على ضلاله محال فعلى العاقل ان يعرف الحق ليعرف اهل الحق فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق هذا حديث في صحيح مسلم ترويه من ام المؤمنين عائشة لو كان في قلب ام المؤمنين دغل لو كان في قلب ام المؤمنين حقد على علي رضي الله عنه وعلى ال بيت علي رضي الله عنه وعلى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله ما روت هذا الحديث ابدا ولا كتمته وحاشاها حاشاها ان تكتم شيئا سمعته ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم وارجو من العقلاء من الشيعة ان يتفكروا في هذا الحديث الذي ساذكره الان ليعلم يقينا قدر عائشة ومكانة عائشة فهي زوجة سيد النبيين هل يعقل ايها العقلاء ان يختار الله جل جلاله لحبيبه ونبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طيبة الا كريمة الا ابيه الا تقية الا نقية انها الحصان الرزان انها الصديقة بنت الصديق انها المبرأة من فوق سبع سماوات انها الطاهرة انها الزهرة المتفتحة في بيت الصدق انها الوردة الجميلة التي رويت في بيت النبوة بمداد الوحي الكريم المبارك ايعقل ان تسبى الطاهرة ان تسبى الحصان الرزان بعد ذلك في شرفها وفي عرضها وقد برأها ربنا في قرآن يتلى الى يوم القيامة من فوق سبع سماوات لذا اقول بملء فمي واعلى صوتي من اتهم ام المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر اقولها صريحة واضحة من اتهم ام المؤمنين عائشة فقد كفر لانه مكذب بالقرآن لانه مكذب بالقرآن قال جل جلاله ان الذين جاءوا بالاثك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الآيات وما اروعها واجملها في صورة النور الشاهد ايها الافاضل اسمعوا ايها المسلمون وايها العقلاء ام المؤمنين عائشة تروي لنا والحديث عندنا في اعلى درجات الصحة رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى وغيره تقول ام المؤمنين رضي الله عنها حبيبة سيد النبيين رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة غداة يوم وعليه مرط مرحل من شعر اسود عليه مرط شيء يشبه الكساء عليه مرط مرحل من شعر اسود تقول ام المؤمنين عائشة فجاء الحسن رضي الله عن الحسن وأبين معتقدنا وسأبينه الان ان شاء الله تعالى في الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم جميعا وعن البيت سيدنا وحبيبنا النبي قالت ام المؤمنين عائشة فدخل فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنه فادخله في هذا الكساء في هذا المرط ادخله النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جاء الحسين رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه وصلى الله على جدهما فادخله النبي صلى الله عليه وسلم في المرط في الكساء ثم جاءت فاطمة الزهراء الزهراء بضعة رسول الله اشبه الخلق هديا وسمتا ودلا بالحبيب صلى الله عليه وسلم التي كان الحبيب يحبها ويقوم اليها اذا اقبلت عليه ويجلسها في مجلسه ويقبلها بين عينيها فهي اشبه الناس مشية برسول الله واشبه الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت من وهي ام من وهي زوج من من ذا الذي يدانيها في المكانة والفضل والشرف فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله امام الرسل وخاتم الانبياء تقول ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي رضي الله عنه فادخله الله حضرتك متصور مع المشهد ده وحضرتك متذكر مرة تلتة ان الذي يروي هذا الحديث هي ام ان الذي تروي هذا الحديث هي ام الممينين عائشة تقول فجاء الحسن فادخله فجاء الحسين فادخله فجاءت فاطمة فادخلها فجاء علي فادخله ثم قال صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت الرجس الذنب الاثم هذا هو المعنى المعنوي اما المعنى الحسي كل ما يخطر لك على بال من الدنس انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انظروا الى هذا المفعول المطلق المؤكد للفعل بصورة بليغة بل انا اقول انها بلاغة القرآن انها بلاغة القرآن محاط سرادقها مثمرة حدائقها متجلية حقائقها ويطهركم تطهيرا انه القرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هؤلاء البيت هؤلاء البيت المقربين هؤلاء 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 هم البيت سيد النبيين بنص هذه الرواية وفي رواية اخرى في مسند الامام احمد بسند صحيح من حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وام اخرى من امهات المؤمنين وسابين الان بالدليل ان امهات المؤمنين من البيت سيد المرسلين وإلا فمن يكون هؤلاء اهل البيت الحسن الحسين فاطمة علي اهل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس خذوا مني هذه الرواية الاخرى الجميلة لام اخرى من امهات المؤمنين لام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت والحديث راه احمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح قالت جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما غداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدها برمة برمة اناء كبير صنعت فيه طعاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف بالعصيدة والعصيدة طعام يصنع من الدقيق والعسل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا الطعام فصنعت فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الطعام في برمة في اناء وجاءت تحمل هذا الاناء لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها بابي وامي وقلبي وروحي اين ابن عمك اين علي يا فاطمة اين ابن عمك فقالت هو في البيت فقال عليه الصلاة والسلام ادعيه لي مع ابنيه اذهبي فادعيه مع ابنيه الله 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 اذهبي يا فاطمة فادعي علي والحسن والحسين فذهبت انطلقت فاطمة رضي الله عنها فجاءت تمسك الحسن في يد وتمسك الحسين في يدها الاخرى وعلي في اثرهما اي في اثر الحسن والحسين هل تصورتم معي هذا المشهد الجميل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله تمسك الحسن في يدها وتمسك الحسين في يدها الاخرى والحسن يمشي خلفهم جميعا وعلي يمشي خلفهم جميعا رضي الله عنهم جميعا فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة ودخل الحسن والحسين ودخل علي فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين في حجره اجلس الحسن على رجل والحسين على رجل هنيئا لهما ورضي الله عنهما ومن كالحسن والحسين اجلس النبي الحسن على رجل والحسين على رجل ثم اجلس فاطمة عن يمينه واجلس عليا عن شماله او يساره وكلهما يصح لغة ثم جبذ أي أخذ رداء كساء خيبريا كساء خيبريا أي من خيبر تقول أم سلمة فجبذ أي شد بأبي وأمي وروحي كساء خيبريا ووضعه عليهم جميعا لفه عليهم جميعا على فاطمة وعلي وعلى الحسن والحسين وهما يجلسان على رجل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لف الكساء عليهم جميعا ثم أمسك طرفي الكساء بشماله لف الكساء عليهم ثم أمسك طرفي الكساء بشماله ثم ألوى بيده اليمنى من تحت الكساء يناجي رب الأرض والسماء وهو يقول بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تقول أمسلمة فقلت يا رسول الله ألست من أهل بيتك قال بلى ادخلي 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 في الكساء قالت فدخلت في الكساء بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولابنيه ولابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا رواية جميلة اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يكررها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما دليلك على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يدخلن في أهل بيته نعم هذه رواية هذه رواية بل وأصرح من ذلك الدليل القرآني قال الرب العلي جل جلاله في صورة الأحزاب مخاطب النساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا انتبهوا معي جميعا أيها الأفاضل يقول الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض يا إلهي نساء النبي إن خضعت واحدة منهن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض فما ظنك بمن هي دونهن عد معي إلى الآيات يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذه الآيات كلها كلها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فبالإجماع بإجماع علماء أهل السنة بلا نزاع ولا خلاف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم من آل بيت رسول الله إنما يريد الله ليذهب عن منكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آية في ثنايا آيات جليلة كريمة يخاطب ربنا بها نساء النبي رضي الله عنهن وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن لازال الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إنما وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم بعد ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمراد بآيات الله القرآن والمراد بالحكمة السنة كما قال الإمام الشافعي وغيره لأن العطف هنا يقتضي المغايرة يقتضي المغايرة فالقرآن يتلى في بيوت أزواج النبي والحكمة أي السنة تتلى أيضا في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن هؤلاء أيها الأفاضل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نشهد الله في عليائه نشهد الله فوق عرشه سبحانه وتعالى أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله كأهل سنة بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يوجد مسلم من أهل السنة على وجه الأرض على وجه الأرض لا يتقرب إلى رب السماء والأرض بحب رسول الله وبحب آل بيت رسول الله ممن ذكرت لا ورب الكعبة لا ورب الكعبة بل أقول لكم بملء فمي وأعلى صوتي حب آل بيت رسول الله أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة الله 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 نعم أود أن يسمع الشيعة على وجه الأرض حتى لا توهم أحد أن أهل السنة يبغضون آل البيت ولكن آل السنة وهم يحبون آل البيت فإنهم يحبونهم حبا منضبطا بالضوابط الشرعية القرآنية والنبوية بلا غلو بلا إفراط ولا تفريط بلا ابتداع وبلا خرافات وبلا ضلالات وإنما يحبونهم حبا صحيحا كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نقول إن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان بل لا يكتمل إيمان المسلم إلا بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن حب آل البيت تبع لحبنا لرسول الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله محبة لازمة تابعة لمحبة الله جل وعلا في عاشراء لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة للهادي منه وسبيل يرقى لفؤادي أقول حب آل البيت أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة بل لا يكتمل إيمان المسلم من أهل السنة إلا إذا أحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقرهم وأجلهم وعظمهم في حدود الشرع في حدود القرآن والسنة الثابتة الصحيحة لا يكتمل الإيمان إلا بحبهم لأن حبهم تبع لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لازمة لمحبة الله جل جلاله هذا معتقد أهل السنة نحب علي رضي الله عنه بل أعلن للدنيا كلها كما ذكرت في خطبة الجمعة أقول علي رضي الله عنه مولانا مولانا علي رضي الله عنه مولانا هذه ولاية الإسلام ولاية الدين الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين هذا هو عقد الولاء والبراء هذا هو عقد الولاء والبراء الذي لا يصح إيمان إلا به الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلي سيد من سادات المؤمنين إمام من أئمة المؤمنين إمام من أئمة المتقين رضي الله عنه وأرضاه منك علي منك علي أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الخطيب الذي تهتز أعواد المنابر لكلماته وهي تخرج من بين شفتيه نورا يبدد الظلماء من كعلي رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث زيد بن أرقم علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان ومن أول من سمع القرآن مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها وأرضاه علي رضي الله عنه الذي قال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا معتقدنا نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله جل جلاله يحب عليا نقطع بذلك ونقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا ونحن نقطع بأننا نحب كل من أحبه الله ورسوله نقطع بأننا نحب كل من يحبه ربنا ونبينا نعم من أحبه ربنا ومن أحبه نبينا فنحن نحبه ونوقره ونجله ونتقرب إلى ربنا جل وعلا بحبه فنحن نحب عليا ونعلن للدنيا كلها بأن عليا مولانا من أين لك هذا من كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن نسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه فرسول الله مولانا وعلي مولانا نعلنها حبا لله وحبا لرسول الله وحبا في علي وطاعة للحبيب النبي نعم نطيع رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه ونحن نقول نعم علي مولانا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرف علي وكرمه تكريما لا منتهى لحده فقال له عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده هذه مكانة علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده هذه أحاديث صحيحة يرويها أهل السنة لا يرويها أهل السنة للتنظير ولا للثقافة الذهنية ولا لتسويد صفحات الكتب وبطون المجلدات بل هم يعتقدونها اعتقادا جازما بل هي أصل عندهم من أصول الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما ترضى مني أن تكون مني أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده ونردد مع علي رضي الله عنه كلماته الرقراقة الجميلة ومن باب الأمانة العلمية أنا أعلم أن في سندي هذه الأبيات انقطاعا لكن الأبيات تواترت واشتهرت يقول علي رضي الله عنه وأرضاه حين اضطره الخوارج النواصب المبغضون المجرمون الظالمون يوما حين اضطره لأن يفخر لأن يظهر مناقبه لأن يبين فضائله فقال رضي الله عنه محمد النبي أخي وصهري الله 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 محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي تمش كفاية كذا والله العظيم كفاية لا خذ المزيد محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار الذي قطع ذراعاه فأبدله الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنة جعفر بن أبي طالب محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي منك علي منك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أي الخلق له سهم كسهم علي ولذلك كان الصديق رضي الله عنه أبو بكر أبو بكر نعم أبو بكر الذي يسب يسب الصديق يسب الفاروق عمر تسب الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أناس يدعون أنهم يحبون رسول الله ويحبون آل بيت رسول الله هيهات 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 ماذا يقول أبو بكر الصديق الصديق حبيب رسول الله بل أحب الخلق إلى قلب رسول الله من الرجال وورب الكعبة ما قدم علي رضي الله عنه نفسه أبدا على أبي بكر أو على عمر أبدا بل قال من فضلني على أبي بكر وعمر أقمت عليه حد المفتري يعني جلده ثمانين صوتا هذا علي وعلي يقول ذلك في الكوفة في الكوفة من فضلني على أبي بكر وعمر أقمت عليه حد المفتري هذه مكانة أبي بكر ومكانة عمر في قلب أمير المؤمنين في قلب أسد الله الغالب في قلب صاحب القلب التقي النقي وصاحب اللسان العف الذكي في قلب علي رضي الله عنه أرضاه ماذا قل أبو بكر بل والعجيب أن الأثر في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق يا الله عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق شايف الإسناد الرائع ده عن أبي بكر عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق قال قال أبو بكر أرقبوا 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 محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته الله 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 هذا أمر من الصديق أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أي راعوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدروا أهل بيته وأحبوهم وأكرموهم وأجلوهم واتبعوهم على هديهم الموافق لكتاب الله وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه نعم نحب عليا ورب الكعبة يا ساد نحب عليا والله العظيم لا يوجد عندنا تقية والله لا يوجد عندنا تقية والله نعلن معتقدنا في غاية الظهور والوضوح والله نعلن معتقدنا بلا موربة وبلا التواء والله لا نخشى مخلوقا على وجه الأرض والله لا نجامل أحدا على وجه الأرض على حساب معتقدنا وعلى حساب ديننا والله نحب عليا لا نقول ذلك ابتغاء مرضات أحد ولا طلبا للثناء من أحد ولا طلبا لمودة أو قرب أحد بل نطلب المودة والقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القرب نعم نتقرب بهذا إلى حبيب قلوبنا نتودد بهذا الحب إلى حبيبنا ونبينا نحب آل بيته لحبنا له صلى الله عليه وسلم فورب الكعبة حبه يملأ قلوبنا ويملأ دماءنا ورب الكعبة لا توجد كرة من كرات الدم وذرة في أبداننا ولا في قلوبنا إلا وهي مملوئة بحب رسولنا صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته والله قد لا نجد شيئا نملكه نتقرب به إلى الله ونرجو به أن نحشر مع الحبيب رسول الله إلا الحب والله أعمالنا ضعيفة والله قصرت أعمالنا والله كثر الذنوبنا والله نعترف بجرمنا ونكر بأخطائنا لكن نرجو الله بحبنا وإن قصرت أعمالنا أن نحشر مع حبيب الله ومع آل بيت رسول الله فهو القائل بأبي وأمي يحشر المرء مع من أحب المرء مع من أحب يوم القيامة قال أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله المرء مع من أحب ثم قال وأنا وحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم هكذا أقول أنس وأنا وأنتم جميعا نقول اللهم إنا نشهدك في هذه الليلة أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت الحبيب النبي وأصحاب الحبيب النبي ونسألك يا ربنا أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم بحبنا لهم اللهم وكما آمنا بنبينا ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفة ولا تردنا ولا تطردنا عن حوضه يا أرحم الراحمين بحبنا له يا رب وإن قصرت أعمالنا وحشرنا معه ومع أصحابه وآل بيته الطيبين الطائرين وأصحابه الغر المحجلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أنت ولي ذلك يا رب والقادر عليه نحب عليا نحب عليا ونحب الحسن والحسين ونحب الحسن والحسين ونعتقد اعتقادا جازما أنهما سيدا شباب أهل الجنة كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه ومن أهل العلم من باب الأمانة من حسن الحديث فحسب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك سيدا شباب أهل الجنة بل نعتقد أن الحسن سيد سيد في الدنيا والآخرة روى البخاري عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم حمل الحسن يوما وصعد به المنبر الله الله وصعد به المنبر وأجلسه عن يمينه نبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر فرأى الحسن يخرج يتهاده فترك النبي المنبر ونزل وأخذ الحسن وحمله في صدره وصعد به المنبر وأجلسه عن يمينه على المنبر وأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى الحسن مرة ينظر إلى الناس تارة وينظر إلى الحسن تارة ثم قال بأبي وأمي وروحي وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يتحدث عن سنين ستأتي بعد فيقول عليه الصلاة والسلام ابني هذا ابني الله ابني وحفيده لكنه نسبه إليه فجعله ابنه ابني هذا سيد سيد اسمع اسمع البشرى النبوية دي وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وسيصلح الله به والحسن لزل طفلا وقد أصلح الله بالحسن بين فئة معاوية وفئة أنصار علي رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية وعن جميع أصحاب الحبيب النبي وغفر الله لنا ولهم جميعا ونردد ونردد قول ربنا تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ما أروعه من دعاء نهو دعاء القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والله ما سب علي معاوية والله ما لعن علي معاوية ووالله ما لعن معاوية عليا ووالله ما سب معاوية عليا يا إخواني هذا لا يليق بأحد المؤمنين الطيبين الصادقين فكيف يليق بتلاميذ سيد النبيين بأصحاب سيد المرسلين وقد فصلت ذلك بفضل الله في كتاب الفتنة الفتنة بين الصحابة قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل وأود والله أن لو قرأت الأمة كلها هذا الكتاب لا أقول ذلك إلا من باب حرصي على أن يعرف شباب الأمة بكل أطيافهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم أن تعرف الأمة كلها الحق ولتستخرج هذا الحق من بين هذا الركام الهائل من ركام الباطل الذي شحنت به الكتب والأسفار والمجلدات واعتقد كثير من الخلق طيلة السنوات الماضية هذا الباطل حتى صار حقا ولا يمكن البتة أن يتحول الباطل إلى حق فالحق أبلج والباطل وإن طال الزمن فهو لجلج فالخير بخير والشر بشر ولكن الخير يحتاج إلى من يرفع له راية لينضوي تحت هذه الراية كل محب للخير لأن الشر رفعت له رايات رفعت له رايات واحدث حولها من الضجيج ما يلفت الأنظار وما يأتي بالأسماع وما يلوي الأعناق فكما رفعت للشر رايات يجب أن ترفع للخير راية وراية الخير واحدة لا تتلون ولا تتعدد ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة إنما هي راية ناصعة البياض واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها إنها الكتاب والسنة بفهم الصحابة الأطهار الأخيار والتابعين لهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين وتابعيهم من الأئمة المهديين إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة بل في رواية جميلة أوي لا حول ولا قوة إلا بالله يمضي الوقت سريعا بحول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في رواية رقيقة جدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى فناء دار فاطمة يسأل عن الحسن يقول أثم لكع أثم لكع كلمة رقيقة وقال للطفل الصغير من باب التقريب والتحبيب والملاطفة والأثم لكع الحسن موجود ها هنا الحسن يقول أبو ريرة فأبطأت فاطمة يقول فحسبت أنها تغسله وتلبسه سخابا يعني ثوبا جميلا فخرج الحسن يشتد يعني يجري بيجري على النبي النبي جالس في فناء دار فاطمة فخرج الحسن يجري على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقام إليه النبي فعنقه واعتنقه صلى الله عليه وآله وسلم وقبله اسمع اسمع ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي قال اللهم أحبه وأحب من يحبه اللهم أحبه وأحب من يحبه اللهم إني أسألك أن تحب كل من يحب الحسن أنا هذا دعاء مني اللهم إني نشهدك أننا نحب الحسن فأحبنا يا رب لحبنا للحسن يا رب اللهم إني أشهدك أننا نحب الحسن يا رب ونحب الحسين يا رب فأحبنا يا رب لحبنا للحسن والحسين ولآل بيت نبينا يا أرحم الراحمين يقول الحبيب اللهم أحبه اللهم أحبه وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ وفي رواية أخرى قال اللهم إني أحبه فأحبه اللهم إني أحبه الرسول يقول اللهم إني أحبه فأحبه هذه مكانة الحسن عندنا ومكانة الحسين عندنا وهو القائل بأبي وأمي وروحي الحسن مني وحسين من علي الحسن مني حديث رأى أبو يعلى في مسنده بسند حسن الحسن مني وحسين من علي والحسن والحسين كلاهما من الحبيب النبي فهما أولاد فاطمة وهي بضعة من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري أن رجلا أتى عبد الله بن عمر يسأله عن دم البعوض أنجس هو فقال له عبد الله بن عمر من أين أنت قال من العراق فقال عبد الله بن عمر أنظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا هما ريحانتاي من الدنيا أما فاطمة من فاطمة ومن كفاطمة من كفاطمة حبيبة قلوبنا فهي حبيبة قلب حبيبنا وقد أفردت لها حلقة كاملة في أئمة الهدى ومصابيح الدجة ولا يتسع الوقت الآن للحديث عن فاطمة لكن يكفي أن تعلم يقينا أنها بضعة من رسول الله جزء من جزء من رسول الله كان يحبها ويجلها ويقوم إليها ويجلسها في مجلسه ويقبلها بين عينيه فهي أشبه الناس سمتا وهديا ووجها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراء الزهراء بنت رسول الله زوج علي أم الحسن والحسين التي قال في حقها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يكفيك يا أخي الحبيب ويا أخت اللبيبة أن تعلم جميعا أن فاطمة ممن شهد لهم رسول الله بالكمال البشري كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وذكر منهن مريم وآسية وفاطمة وخديجة وكرم عائشة بهذه الكرامة فقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فاطمة حبيبة قلوبنا لأنها حبيبة قلب حبيبنا حبيب حبيبي حبيبي حبيب حبيبي 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 فحبيبة رسول الله حبيبة قلوبنا ونتقرب إلى الله بحب فاطمة وحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم هذا اعتقدنا بإجاز وهذا حبنا بإجاز لكن ليس معنى الحب من أهل السنة أن نفرط أو أن نغالي أو أن نأتي في يوم كهذا لنلطم الخدود أو لنشق الجيوب أو لنضرب الصدور أو لنشق رؤوسنا لتنزف الدماء بدعوى الحب لا والله يا إخواني لا والله يا إخواني ليس هذا من الحب في شيء إنه الغلو إنه الابتداء إنه الإفراط في الضلال أبدا المحب الصادق متبع المحب الصادق في حبه متبع ليس مبتدعا ليس مفرطا ولا مفرطا ليس مغاليا أبدا ولكنه متقيد في انفعالاته وعواطفه ومشاعره وكلماته وأفعاله بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسأل هل نحب الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه كحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفوق حبنا للحسين رضي الله عنه حب الصحابة لجد الحسين صلى الله عليه وسلم سؤال أخاطب به العقلاء هل نحب الحسن والحسين حبا يفوق حب الصحابة لجد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم والجواب لا لا ورب الكعبة طيب هل لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم لطم الصحابة الخدود وشق الجيوب وضربوا الصدور وطعنوا أنفسهم بالسيوف والجنازير لتسيل منهم الدماء لا والله أبدا لم يفعلوا ذلك لا في اليوم الذي قبض فيه بأبي وأمي وروحي ولا في أي عام آخر وافق فيه هذا العام اليوم الذي قبض فيه إمام الأنام أبدا أبدا لم يفعلوا ذلك ثم ثم أنا أسأل سؤالا آخر أخاطب به العقلاء ألم يقتل علي رضي الله عنه وأرضاه ألم يشرف الله جل وعلا علي رضي الله عنه بالشهادة كما شرف بذات الشهادة ابنه الحسين رضي الله عنه وأرضاه لماذا لم يصنع الصحابة رضي الله عنهم من محب علي رضي الله عنه لم يصنعوا ذلك في يوم موت علي لماذا لم يلطموا الخدود لماذا لم يشقوا الجيوب لماذا لم تنزفوا منهم الدماء لماذا لم يضربوا الصدورة والرؤوس بل لماذا لم يفعل الرافضة الأول ذلك لأن الرافضة لها تاريخ ولها مراحل هذا ما أصلته وبينته قبل ذلك في أشرطة في غاية الأهمية أرجو من الأمة كلها أيضا أن تستمع إليها بإنصاف وتجرد وعدل لقد تحدثت عن الشيعة والقرآن عن الشيعة والعقيدة عن الشيعة والسنة عن الشيعة والصحابة بأسلوب هادئ هادف علمي مهذب مؤدب بلا تجريح لأننا ورب الكعبة لا نريد إلا الحق والله لا نريد إلا الحق الشيعة لها تاريخ ولها مراحل لماذا لم يفعل الشيعة الأول الذين كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي ويفضلون عليا على عثمان ويفضلون عليا على عثمان لكنهم أبدا ما فضلوا عليا على أبي بكر وعمر وأرجو أن تقرأوا التاريخ وتتعرفوا على هذه الحقائق فالشيعة لها مراحل تاريخية متطورة ومتعددة ومتنوعة ولذلك ليس من الدقة أن أضع تعريفا محددا لمعنى الشيعة أو لمصطلح الشيعة وإنما لابد من النظر إلى المراحل التاريخية المتطورة للشيعة الشاهد أيها الأفاضل لماذا لم يفعل ذلك مع علي الإمام رضي الله عنه فهذا غلو ثم تجديد الحزن بهذه الطريقة لا أصل لها في الدين فحين يصوم أهل السنة يوم عشراء فإنهم يصومونه اتباعا لإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم لأنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل كما في الصحيحين من حديث بن عباس فصامه موسى فلما سأل النبي اليهود عن هذا اليوم قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوين فصامه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال حبيبنا فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ثم لما قالوا له كما في الصحيحين أيضا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال لو عشت إلى قابل لأصمن التاسعة أي ليخالف اليهود والنصارى لأن للأمة هوية ولأن للأمة تميزا ومفاصلة بعقيدتها الحقة لا من باب الاستعلاء المبني على الكبر وإنما من باب استعلاء المؤمنين المتبعين لكتاب رب العالمين وسنة سيد النبيين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ففرق بين استعلاء المتكبرين وبين استعلاء المؤمنين المنضبط بضوابط الشرعية بالضوابط الشرعية من كتاب رب العالمين وسنة إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأفاضل فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط فنحن نحب آل البيت بلا غلو وبلا ابتداع وبلا لطم للخدود وضرب للصدور وللرؤوس وشق للجيوب فكل هذا حرام فلقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية هذا كلام سيد البرية وإمام البشرية فليسمع العقلاء على وجه الأرض خاطبهم بغاية الأدب هذا كلام نبينا يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي بردة أنا بريء رسول الله يتبرأ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة على الميت أو على المتوفى أنا بريء من الصالقة والحالقة التي تحلق شعرها للحزن والشاقة التي تشق قميصها وتشق ملابسها وثيابها إعلانا للحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل قال كما في صحيح مسلم بأبي وأمي وروحي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال الحبيب النبي إذا لم تتب إذا لم تتب النائحة قبل موتها تقام من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب إذا لم تتب النائحة قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران سربال يعني قميص من قطران من زفت ودرع من جرب ولا حول ولا قوة إلا بالله فأهل السنة يحبون آل البيت لكنهم إذا ذكروا موت علي وقبل ذلك ذكروا موت الحبيب النبي فلا توجد عند أهل السنة مصيبة أعظم أبدا من مصيبتهم بموت الحبيب رسول الله هذه أعظم مصيبة عندنا وأكبر مصيبة عندنا موت حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وكل مصيبة بعد رسول الله جلل هينا كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله هينا فلنذكر مصابنا برسول الله لكن هل إذا ذكرنا مصابنا ومصيبتنا في موت حبيب قلوبنا ونبينا نلطم الخد ونشق الجيب ونضرب الصدر ونمزق الجلود لا أبدا أبدا بل منهج أهل السنة في المصائب في مصيبتهم في موت رسول الله وفي موت أبي بكر وفي موت عمر وفي موت عثمان وفي موت علي وفي موت الحسن وفي موت الحسين وفي موت فاطمة وفي موت الصحابة جميعا وآل البيت المتبعين لرسول الله منهج أهل السنة وهو الحب بلا غلو وبلا إفراط ولا تفريط من هجم الصبر الصبر والاسترجاع والاحتساب الصبر والاسترجاع والاحتساب الصبر ما هو الصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي الله 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 هو ده صبر أهل السنة الصبر ألم يأمرنا ربنا بالصبر في عشرات الآيات من القرآن الكريم في أكثر من مئتي آية من آيات القرآن الكريم بالصبر فصبر جواد لا يكبو وجند لا يهزم وحصن لا يهدم ولنبلو أنكم بشيء من الجوع من بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجْعُونَ بِأَدَبْ وَسَكِينَةْ وَإِجْلَالٍ لِلَّهِ وَرِضًا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ سُبْحَانَهْ عَجَبًا لِأْمْرِ الْمُؤْمِنْ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنْ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرً وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرٍ صَبَرٍ فَكَانَ خِيْرًا لَهُ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ الصُّخْطٍ قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صبر واسترجاع أي إنا لله وإنا إليه راجعون واحتساب للأجر واحتساب للأجر روى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث سعر بن أبي وقاص رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حين سئل أي الناس أشد بلاء يا رسول الله قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة أيضا معتقد أهل السنة في آل البيت أنهم يحبونهم ويوقرونهم ويعظمونهم ويجلونهم ويصلون عليهم نعم نصلي على أهل البيت في دقيقتين لأن الوقت قد انتهى منذ وقت نصلي على آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه فصلاتنا على آل البيت تبع لصلاتنا على نبينا تبع لصلاتنا على نبينا ويكفي أهل البيت شرفا أن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم والحدث في الصحيحين وغيرهما فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم كما سأل بشتر بن سعد مثلا رسول الله وهذه رواية مسلم يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فسكت وطال سكوته عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة رضي الله عنهم فقلنا ليته ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف الصحابة رضوان الله عليهم من طول سكوته بأبي وأمي وروحي ثم قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فصلاتنا على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من القربات التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ونعتقد أيضا أنه لا حق أو لا ينبغي أن نخرج صدقة واجبة لآل بيت رسول الله فقد حرمت الصدقة على آل بيت رسول الله وأذكر وأتصور وأتخيل هذا المشهد النبوية الراقية في التربية حين يمد يده ليأخذ تمرة أخذها الحسين أخذها الحسن وهو طفل صغير ليضعها في فيه فيأخذ النبي التمرة من يده ويقول كخ كخ ارمي بها ارمي بها ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة هذا معتقد أهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات خرجت من قلب أجهد الله أنه قلب محب لرسول الله ولآل بيت رسول الله وإن قصر صاحب هذا القلب وإن كثر الذنوبه وخطاياه لكن أرجو الله بهذا الحب أن يجمعني مع رسول الله ومع آل بيته ونحن معكم معه عليه الصلاة والسلام بحبنا وإن قصرت أعمالنا كلمات أخاطب بها الأمة على اختلاف طوائفها وعلى اختلاف معتقداتها وأسأل الله أن يجعل لها سبيلا إلى القلوب النيرة وإلى الفطر السوية وإلى العقول الذكية النقية وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا فلقد آن الأوان أن تفي الأمة إلى الحق الأبلج آن الأوان أن يتق الله عز وجل كل العلماء وكل الدعاء وكل أهل المعرفة فإن الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وستطوى حياة جيل بعد جيل وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل فعند الله تجتمع الخصوم قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا أنسى في هذه اللحظة أن أحيي يا قناة الرحمة وأن أحيي يا أخي الحبيب المسدد المسدد محمود حسان على هذين اليومين الكريمين الجليلين الذين قدمت فيهما قناة الرحمة منهجا رائقا كالماء نقيا كالهواء واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها لكل باحث عن الحق متعطش لمعرفة الحقيقة فما عليك إلا أن تمد يدك لأصحاب الأياد البيضاء المتوضئة الطاهرة التي لا تريد والله إلا الحق حي الله قناة الرحمة والعاملين بها جميعا أدعو الله لكل عامل في هذه القناة الطاهرة المباركة صاحبة المنهج الواضح المشرق المنير الذي لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط أسأل الله لها مزيدا من التوفيق والسداد وأسأل الله لكل موظفيها والعاملين فيها مزيدا من الصدق والإخلاص والتوفيق والحب والتفاني وأسأل الله جل وعلا أن يطهر قناة الرحمة ممن لا يرضيه ولو كان محمد حسان ومما لا يرضيه أسأل الله جل وعلا أن يطهر هذه القناة الطاهرة المباركة ممن لا يرضيه من البشر ومما لا يرضيه من المناهج والكلمات وأن يجعلها منبرا صادقا عفا طاهرا كريما مشرقا منيرا واضحا يبلغ الحق لأهل الأرض بحق إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عاشراء لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة للهادي منه وسبيل يرقى لفؤادي فالنصوم التاسع والعاشر فالصوم جهادك وجهادك